منذ اندلاع اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم تكن الولايات المتحدة بعيدة عن تبعات ذلك العدوان حيث تزايدت التهديدات الداخلية في الولايات المتحدة نتيجة الدعم المطلق الذي توطيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل في عدوانها على القطاع أضرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتأثير ذلك على الولايات المتحدة كشفت عنه نائبة وزير العدل الأمريكي ليزا موناكو التي أوضحت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI فحص أكثر من 1800 تقرير عن تهديدات داخلية تتعلق بتبعات الحرب في غزة جرس إنذار آخر للولايات المتحدة يحذر من تبعات الدعم الأمريكي المطلق للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كريس راي أن الحرب في غزة رفعت تهديد بشأن هجوم ضد الأمريكيين إلى مستوى آخر تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حذر منه أيضا مسؤولون في الخارجية الأمريكية والذين أوضحوا أن الولايات المتحدة أصبحت في بيئة تهديد متزايدة نتيجة الحرب على غزة وهو ما يتسق مع ما قاله دبلوماسيون أمريكيون في الدول العربية والذين أرسلوا برقيات لصانع القرار في واشنطن يحذرون فيها من أن الدعم الذي يقدمه بايدن لإسرائيل في الحرب يتسبب في خسارة دعم جيل كامل من الشعوب العربية للقضايا الأمريكية على حد وصفهم رغم كل إخفاقات الولايات المتحدة في المنطقة تظل هي الدولة الأكثر قدرة على وقف جماح إسرائيل والمساعدة في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط خاصة وأن المصالح الأمريكية الكبرى أصبحت على المحك جراء استمرار ذلك العدوان الغاشم على الفلسطينيين اشتركوا في القناة